46 ورقة غير رسمية حسب ما ذكر على أولى صفحات ملاحظات بعتة الأمم المتحدة في ليبيا حول المسودة الأولى الصادرة عن لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور شكلت نتاج متابعة وعمل بعتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للدستور المرتقب وضعت من خلالها بعض الملاحظات على بعض النصوص لإجراء تعديلات وتغييرات عليها كما أوصت بموجبها إلغاء بعض النقاط الموجودة ضمن بنود ومواد ونصوص مسودة الدستور الأولى التي احتوت على عدد 210 مادة تمت صياغتها بالتوافق حسب ما ذكرت لجنة العمل ثلاثة تقسيمات وضعتها بعتة الأمم المتحدة لحل بعض الإشكاليات قبل تقديم الدستور للاستفتاء حسب قولها والتي رأت أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قادرة من خلالها على حل المسائل بالصورة المرضية وبأنها ستلبي تطلعات الشعب الليبي وستكون متماشية مع التزامات ليبيا الدولية تمثلت في المواد التي تتعارض مع المعايير الدولية والمواد التي لا تتماشى مع الممارسات الدولية المتلى ومقترحات لبعض التعديلات الفنية في الصياغة والتي من شأنها أن تضيف مزيدا من الدقة والوضوح يرى بعض المراقبين أن التآمر والتفقيخ كانا دائما من سمات عمل بعتة الأمم المتحدة لعل مطالبتها بتغيير المادة رقم سبعة والتي رأت فيها تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية حسب قولها والمادة 151 التي تضع شروطا على ممارسة الحقوق والحريات وفقا للشريعة الإسلامية والتي رأت الأمم المتحدة أن تقييدها بالشريعة الإسلامية يعرضها إلى إفراغها من جوهرها خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق المرأة كانت الدليل الأكبر على مساعي الأمم المتحدة وكشف نواياها الرامية إلى إشاعة مفاهيم مخالفة للشريعة وضرب الدين وإظهار ليبيا بمظهر الدولة التابعة المنفدة لفرض الوصاية عليها متناسية دينها تبدو خطوات الأمم المتحدة متسارعة في التعاطي مع الملف الليبي ويبقى دور الشرفاء كبيرا ومؤثرا وتبقى العظة من معاهدة سيداو من شيمة المتعظين الغيورين على الدين ترجمة نانسي قنقر